ما هي ثمرات التقوى في حياتنا علشان نحقق بها السعادة ومفاتيح السعادة اللي احنا مندور عليها ايها الاحبة الكرام اول ثمرة من ثمرة التقوى ودي ثمرة عظيمة جدا لو خدتها هتبقى سعيد دنيا واخرة يعني كفى بهذه السمرة ان تسعدك في الدنيا وفي الاخرة محبة الله جل وعلا ثمرة التقوى ومفتاح السعادة الابدية انك تحب ربنا وان ربنا يحب كما قال الله سبحانه وتعالى يحبونهم الله جل وعلا يحبون الله ويحبهم الله سبحانه وتعالى عشان كده قيل حديث الجميل جدا بتاع جبريل اذا احب الله عبدا نادى جبريل وقال يا جبريل اني احب فلانا فاحبه انا بحب فلان هذا فاحبه يا جبريل فيحبه جبريل وينادي في اهل السماوات السابعة ثم السادسة ان يأتي الى سماء الدنيا ان الله وجبريل وميكائيل وحملة العرش واهل السماوات يحبون فلانا فاحبوه يا اهل الارض فتشيع محبته بين الناس تشوفه تحبه تشوفه لكنك تعرف من زمن بعيد جدا لانه هو بيحب ربنا وربنا بيحبه سبحانه وتعالى لما تتعي ربنا ربنا هيحط لك المحبة في قلوب الناس من حيث لا تعلم هيسخر لك قلوب العبيد من حيث لا تدري وده اعظم ثمرة من ثمرات المحبة ان ربنا يحبك سبحانه وتعالى ولكن اذا احبك الله جل وعلا اوعد حط الابتلاءات اللي ربنا ابتلك بيها حاجز بينك وبالمحبة ربنا لا ربنا لما بيحبك بيبتليك علشان يخرج احسن ما فيك فمش عايزين نظن في ربنا سبحانه وتعالى ظن السوء محبة الله جل وعلا من اهم الامور علشان كده سيدنا ابو غيره رضي الله تعالى عنه وارضاه لما اسلم النبي صلى الله قال له يا رسول الله ادعو الله لي فدعا له النبي اللهم حبب عبدك هذا وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليهم علشان كده سيدنا ابو يقول انا ما رحتش مكان الا والناس احبوني فيه وتشيع محبته بين الناس محبة الله اول ثمر من ثمرات التقوى ايها الاحبة فالله ارزقنا صدق المحبة واجعلنا ممن احبوك فاحببتهم طيب